وكأن المصائب لا تأتي فرادة فبعد ضايع السوق الروسي وانحصار نفوذها الاقتصادي في إفريقيا فرنسا مهددة بخسارة سوق أمريكا الجنوبية بعد أن وجدت باريس نفسها في مواجهة مفتوحة مع البرازيل شرارتها انتقادة فرنسية لتعامل سلطة البرازيلية مع سلسلة الحرائق في غابات الأمازون من الأفضل لفرنسا أن تعاملنا جيدا وإلا فإننا سوف لن نهتم بكم ذات يوم قال لوزير فرنسي أنتم تحرقون الغابات فأجبته وأنتم أحرقتم نوتردام هذه اتهامات لا طائلة من ورائها صحيح أنكم لم تحرقوا نوتردام لكنكم لم تتمكنوا من منع المنازل المجاورة للكاتدرائية من الاحتراق غابات الأمازون عندنا أكبر من أوروبا وأنتم تنتقدوننا وبلغة التهديد ومن منظر أكبر تجمع لرجال الأعمال في أمريكا الجنوبية وزير الاقتصاد البرازيلي يؤكد أن وزن فرنسا الاقتصادي في سوق بلاده بات محدودا مع انحصار المبادلة التجارية بين البلدين والتي لم تتعدى 7 ملاير دولار مقابل 120 مليار دولار مع الصين أعطيت مثالا آخر للوزير الفرنسي وقلت له إن حجم تجارتنا مع فرنسا بلغ ملياري دولار في عام 2000 مثل الصين اليوم هو 7 ملايير مع فرنسا و120 مليار مع الصين أنتم تصبحون غير مهمين بالنسبة لنا الوزير البرازيلي لم يتوقف عند تهديد فرنسا وتقزيم حجمها الاقتصادي بل حذر دول الاتحاد الأوروبي بأكملها من فقدان سوق أمريكا الجنوبية في حال لم تغير من سياستها ونظرتها لدول المنطقة أخبرت الأوروبيين أنهم فقدوا روسيا والآن سيخسرون أمريكا اللاتينية وسيطركون وحدهم إذا لم يفهموا أنهم بحاجة إلى الاندماج فرنسا مقبلة على أزمة غير مسبوقة مع محاولاتها لتجاوز التدعية الوخيمة للحرب في أوكرانيا على اقتصادها الهش بفعل تفاقم عجز الميزانية وارتفاع تكاليف الطاقة بالتزامن مع ترجع تاريخي للنفوذ السياسي والاقتصادي لباريس في عدة مناطق عبر العالم